مساء الجمال سر نجاح المنتخب الجزائري في الفترة السنتين والأخر دول شايفين منتخب الجزائر هو بعبع مفيش منتخب أفريقي أو عربي يقرب للمنتخب الجزائري في الروح والأداء والنتيجة المباراة والأداء جوه المباراة بصراحة الواحد سعيد جدا بمستوى المنتخب الجزائري وأنا يعني بجد عند أمل إن كاس العالم اللي هو السنة اللي جاية إن شاء الله منتخب الجزائر ليه ما يكونش في المربع إذا بيفكاس العالم ويرفع اسم العرب كلها عايزة أقولكو السر في واحد يقولك الكورة عايزة فلوس وعايزة مصاريف في واحد يقولك لا والله ده كل النجوم يعني بليه اللي هو نجم العالم سابقا كان حافي وبيشتغل مساح جزم وكان بيلعب حافي وبيمشي حافي مش مشكلة الشغل مش عيب أو الفقر مش عيب محمد صلاح عندنا أحسن لاعب دلوقتي بالورقة وبالألم في تاريخ مصر واخد بطولة أوروبا وما فيش في اللاعب مصري خد بطولة أوروبا معناه دي هو أحسن لاعب في تاريخ مصر لكن هو مش من القاهرة مثلا أو والده راجل أعمال ولا والد لا والده راجل محترم عائلات متوسطة زينا كلنا من عائلات متوسطة أقصد أن الكورة مش فلوس بس الكورة عايزة الروح والإصرار أنا بتفرجت على ماتش الجزائر وتونس ماتش ودي أنا قاعد بقى بتفرج على ماتش ودي إيه الروح دي والإصرار ده والجزائر كذبان في تونس 1-0 وجاء لهم فاول والحاكم المصري ما طردش اللاعب جري وكلهم على الحاكم لازم يضطرد عندهم روح وإصرار وعزيمة مش يكسب واحد بس عايزين يكسبوا 2-3-4 بصراحة علامة أو إشارة لها وأنا بتفرج على المباراة إن ده سر نجاح محرز وفيه لعيبة من رأي السنة اللي جاء دي هتطلع زي محرز في أوروبا لأن منتخب الجزاري هو الأول على أفريقيا والعرب فبالتالي الناس هتبصوا الوقلا هتبصوا له كتير أنا سعيد جدا بمستوى منتخب الجزائر وشفت كمان منتخب المحليين مع ليبريا خمسة واحد سيبك من النتيجة لكن شفت لعيبة كنوز كنوز وأعمارهم صغيرة شفت شبيبة القبائل فيه لعيبة ميزة اللاعب الجزائري هو عنده إصرار من الطفولة وروح عالية مش إحنا مثلا هنا يقول لك يا أم ده النادي بتاعنا تعبان أنا عايزة أروح النادي الأهلي هو ما بيتمرنش الولد مش عايز يتعب الولد مش عايز روح والد يقول لك يا ندفع فلوس ودي ابن الأهلي هو ابنك ما ينفعش يلعب حتى في أي حتة لازم يبقى فيه الإصرار والعزيمة والروح بعد كده لما تيجي تصرف على الولد اللي عنده الروح ده هتلاقي مستوى زي ما شفنا منتخب الجزائر الجزائر والمغرب وتونس ومصر كلنا البلاد الحالة واحدة المادية يعني ما فيش بلد أغنى من بلد ولا حاجة ولكن اللي يفرق في النجاح هو الروح الروح العالية أنا شايف الجزائر روح عالية غير طبيعية والمدرب واللعيبة الكبار أنا لما كن ابني ناشئ صغير عنده عشر سنين جزائري مثلا وبيتفرج على منتخب الجزائر هقول له بص الولد من غير ما هقول له بص هياخد نفس الاسلوب هيجي يلعب إن شاء الله لو يلعب في الشارع هبقى مش عايز يتغلب عنده الروح والعزيمة ما شاء الله أنا سعيد جدا بمستوى منتخب الجزائر وإن شاء الله خير بإسم الله وسعيد إن شاء الله بأن أنا بحل المبارياتهم وبحل كمان إن شاء الله الدوري الجزائري لأن القرى ملهاش وطن القرى دي ملهاش وطن كرة دي الواحد بيحبها ومهنتي أكل عيشي من الكرة فبحب أتفرج على منتخب جزائري يبقى أنا بتفرج 90 دقيقة وأنقل أفكار إليك في الفيديو وكمان أنا بتعلم أنا باستفاد شكرا